موسيقى 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 السلام عليكم اليوم نعود إلى طريق السيار الرابط بين ميناء جنجن وطريق السيار الشرغرب على مستوى دائرة العلمة اذا على امتداد المسافة 110 كم واللي يعرف وطريق انجزية جده متسارعة خاصة في المنشآت الفنية الكبرى لمنع نفق بزوج كيلومترات وعدة منشآت ثنية اخرى وجسور اذا نقليكم تابعوا هذا التقارير الهام من التلفزيون الجزائري حول المشروع هذا الاستراتيجي اللي يقع فيولاد جيجل نخليكم تابعوا السلام عليكم مشروع الطريق السيار جنجن العلمة منفد استراتيجي هام بابعاد اقتصادية واجتماعية واعدة يضم 56 منشآة فنية للجسور ونفقا باتجاه هو الان في طور الانجاز موسيقى على مسافة مائة وعشرة كيلومترات يمتد هذا المشروع الحيوي الهام الذي يربط ميناء جنجا بالطريق السيار شرق غرب على مستوى مدينة العلمة مشروع يعدد اولوي بالنسبة للمتعاملين الاقتصاريين ولسكان ولايات جيجا الميلة والصطيف موسيقى هذا تغسع جنجن العلمة من الاولويات الاوليات تقسنا المسافات تقسنا القومبروموس تقسنا العزل منها الجواج لا كامل ينتظرونه بفارغ الصبر لماذا لانه يفك العزلة عن الولاية بكاملها ماذا بينا يوجد في اقرب الاجر لانه اه انا مستفاد منه والمواطنين مستفادين منه اليوم باش نقعد انا تلت سوية على الطريق مدى بينات ساعة هذا المنفذ الذي يعد لبنة تضاف الى المخطط التنموي يتضمن ما لا يقن عن ست وخمسين منشأة فنية تساهم في انجازها مؤسسة وطنية رائدة في هذا المجال بالنسبة الاشغال راهي في حدود الخمسين بالمئة الواتيرات على الاشغال في هذا منذ شعر او اكثر من شعر بقليل بدأت الواتيرات تتسارع يضم ستة وخمسين جسر عملاق المنشأات التقاطعية تفوت ربعين منشأة وكاين نفق ليخترق جبال تكسانا ليفيه تقريبا اثنين كيلومتر لا نشرف على هذه الجسور التي توجد بالطريق الصيار بالاضافة الى بعض الجسور التي تقع عند تقاطعات الطرق والاشغال تتم وفق المعايير الدولية سواء على مستوى الانجاز او على مستوى الدراسة وهنا جهود كبيرة لاستكمال هذا المقطع في شطره الرابط بين ميناء جنجل وميلاء على مسافة تمانية واربعين كيلومتر حاليا نسب التقدم من اشغال بالمقطع جيزيلت حوالي خمسين بنيا اطلع رعنا وضعنا في الحيزر خدمة في الموراية دو فاويت حتى نوصل للطروة فاويت ان شاء الله حيث يتسنى لنا وضع بعض المقاطع حيزر خدمة خلال اشهر القادمة الرقب في المشروع مشروع جنجل على مسافة ثانية واربعين كيلومتر المرقبة هي يومية مخدم بمعايير دولية ودعو النفو وبعد جيجل وميلاء يشوق هذا الطريق مساره نحو هذه التضارس الجبلية الوعرة والتي شكلت تحديا للشركات المنجزة هنا على مستوى ولاية السطيب المقطع السطيف يمتد على حوالي 62 كيلومتر بما فيه شطرين شطر تابع لولاية ميلاء يمتد على 12 كيلومتر والشطر الثاني التابع لولاية السطيف يمتد على 50 كيلومتر حيث نسبة الاشغال تقدر بحوالي 47% عملية الحفرة في النقطة الكيلومترية 67% الأشغال مستمرة على قدم وساق من طرف مجمع الإنجاز وفقا لدراسات ومعايير دولية معمول بها تسليم هذا المشروع الاستراتيجي سيسهم في استحداث أقطاب اقتصادية جديدة وتسهيل المبادلات التجارية من وإلى ميناء جنجل العالمي اشتركوا في القناة